برج الجوزاء. اه خلينا نشوف طاقتكم في هاي الفترة التوقعات. خلينا نشوف اول شيء الطاقة تبعتكم كيف حتكون طوال هاي اه الفترة. اه اه شوف يا برج الجوزاء. عم بتكون في قدامك اه في في شخص يمكن عم بيخوفك خاصة يمكن في العمل في العاطفة من الاصدقاء. اه عم بيخوفك او عم بيكون متسلط او كلامه جارح او من هاي النوعية. اه فاللي عم بشوف طاقتك في هاي الشهر. كل الشهر عم بتركك على هذا الموضوع. انك تحجم هذا الشخص. انك عم بتحط له حدود. انك اه عم بتفكر كيف ممكن تتعامل مع هذا الشخص لانه شخص متل شخص اه غريب الاطوار اه بيحب لك الشر ما بيحبك اه عم بتفكر طول الفترة او عم بتكون مش خايف يعني عم بتكون اه اه بدك تتخلص من هذا الشخص وفعلا رح تتخلص منه. او عالاقل من الخوف والا والمشاكل اللي عم بيسبب لك اياها. خلينا نشوف ازا بالشكل عام توقعات الزوزاء. اه زي ما قلتلك. في كار ما عندك. هذا الشخص اللي ظلمك رح اه تظهر عليه النتيجة وراح ياخد جزاؤه هذا الشهر. هاي الفترة اللي انا قلت عنها. رح يصير في. اه خلي اوه على فكرة وراك كتير للجوزاء الحمد لله واخيرا. اوها. تخلينا اقول الطاقات قبل ما انصت طاقات حبايبي عم بتكون اه ميزان ممكن فيه الجوزاء اللي هو انت وممكن شخص ثاني كمان عم بتتعامل معها جوزاء. اه عم بتكون. اكتر من مرة مر معاي الميزان. ترابية كمان. كتير ترابية نشو شوي. اه في مائية. هدول اكتر شي يعني اه بيانوا. ازان قلنا فيه كار ما عندك هادا هاي الفترة وراح تاخد اه حقك من هادا الشخص اللي اه ظلمك. اه مبين فيه ناس عندهم اه سفر. انا عم بحتي بشكل عام يمكن اه وانتو تتفستروها زي ما انتو ظروفهم بيعني انتو اعرف الموضوع. وقراءة عامة ما بتنطبق على الكل. ازا حكيت عن موضيع عاطفية ممكن تكون عكسية انتو تعرفوا هادا الموضوع. بالنسبة للسفر ممكن جدا انه درج الجوزاء هاي الفترة اه يسافر. في عنده سفر ولكن اه مع اشخاص مش وحيد. اه على الاقل شخص واحد ممكن يكون معاه. اه في رجوع من شخص في اه او شخص جديد حتى. ولكن اللي مبين اكسر انه في شخص قديم على فكرة كمان في فرصة اه حمل قوية جدا للجوزائيين. اه ان كانوا نساء او الرجال الجوزائيين نساءهم. اه في عندهم اه قفل ممكن يكون اه اه في في يعني اه اكتر من اه خلينا نقول اكتر من فرصة في فرصة حمل وفي فرصة اه خلينا نقول معنى تاني للكرت انه ولادة مشروع جديد. شي اكستر انت عم تشتغله عن الشغل او بهذا الموضوع. وممكن يكون اه بالنسبة للرجال الجوزائيين. ممكن تكون هاي عبارة عن اه انثى متكاملة. اه عم تظهر في حياتهم وعم بتأسر فيهم بطريقة حلوة. بالنسبة للمرتبطين والمنفصلين. اه عم بشوف في تنازلات كتير من الحبيب. في عرض وممكن يكون عرض زواج او عرض رجوع. عم بشوفكم. اه رغم الاختلافات الكبيرة بناتكم. في مبين اختلافات كبيرة بين الشخصين. ولكن اه عم بتقربوا شوي شوي من بعض. وهذا الحب في حب حقيقي. اه بناتكم. هاي العلاقة عم تتتوج. عم تتطور. يعني من هذا النوع. عم بيصير في توازن. من بعد من ظلمت في ميزان. في اكتر من ميزان في عندك ثلاثة. في عندك ثلاثة وراء فيهم قارمة. في اه مية بالمية رح يوصلك اكل حديث عندكم. ممكن يكون اه في العمل. ممكن يكون في العاطفة. بس انا شايف بالعاطفة خاصة اه رح يركز برج الزوزاء العاطفة. لانه فيه سعادة عاطفية كبيرة جدا. اه ممكن تكون كمان اه زواج. انا شايف بينك وبين الشخص اللي بتحبه في اه زواج في اولاد. ازا كنتوا اساسا متزوجين فالاولاد رح يفرحوكم بموضوع معين. اه او انه يعني عم تتطور تتطربوا من بعض اكتر من بعد ما كان يعني الجوزاء شوي بعيد اه ومشغول بشغله وباموره. اه عم بشوف اه كتير. اه في فرصة انه يعني ترجع الامور يعني شايفيتها احلى من الاول حتى بكتير. في اه مادة في ترقية بالعمل اه في اه رح تاخد حقك ازا كان الحق اللي عميتي عليه بالعمل رح تاخده. في مش مشكلة. ولكن في حدث كبير رح يصير هذا هاي الفترة. هذا الحدث اه رح يعطي كل واحد على حسب نيته خلينا نقول. ازا انت كنت اه انا ما بعتقد ان الجوزاء بيظلم. اه ازا انت كنت اه ظالم حدا رح تاخد جزائك او العكس صحيح. فانا ما بق يعني ما يعني ما مش عارفة ازا الجوزاء ممكن يعمل هيك شي بس انا اللي بعرفه لا. اه شايفة انه الصخص اللي بتحبه او اه شريكك اه عم بيراقبك كتير عم بيفكر فيك طول الوقت اه عم بيكون في عنده شعور بندم يمكن عمل اه شغلة كبيرة او شغلة زعلتك اه بناحية من النواحي. بالعمل عم بشوف اه قد ما كان فيه اشخاص عم بيحاولوا انه يصبطوا من معنوياتك. عم بشوفك طاير لفوق يعني مش سائل عن حدا. برج الجوزاء هاي السهر حلو على الصعيد العملي. وعلى الصعيد المادي والعاطسة اكتر شي فانيا لهم. ان شاء الله يا رب انه سنصبف مع اه اكبر عدد ممكن. خلينا نشوف اكتر على العاطسة. كاس كبير جدا 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 من الحب. في مشاعر خوية كتير بينك وبين الحبيب عم ترجع تتحرك وعم يرجع الوضع يرجع اه احلى من الاول زي ما قلنا. اه شايفيتك عم تتشرط اه عم بتحط شروطك عم تتحكم تكون انت المتحكم في العلاقة. اه شايفيتك برج الجوزاء عم تستعين شوي بشخص اكبر منك. على فكرة الشريك اه او هاي هاي قراءة ممكن هاي تعاطسية ممكن تكون عكسية ايضا. اه انت او الشريك اه عم بيخبر اهله عن الموضوع. الشريك ممكن عم بيخبر اهله عن الموضوع. وعم بيتم الموضوع على خير. شايتك فيك تطور للهاند مان اللي هو الامور اللي كانت مؤجلة. الامور اللي كانت اه كتير. اه خلينا نقول اه جانبه كلها رح تتحرك يعني بالعلاقة العاطفية فيه فيه حركة وفيه اكشنز كتير. هاي الفترة. شايفة انه الشريك كتير مقبل اه عليك وراح يعني يقدم اه شي بالنسبة لالك. شايفيتك بالنسبة انت لالك رح تكون شوي حذر شوي اه اه عم تكون تقيل يا وادي تقيل. بس اه عم بشوفك انت بتحبه هو بيحبك يعني فلسول تكبير الراس. اه عم بشوف من بعد ما كنت اه انت في عندك غيوم في عندك اه اكاذيب عن الحبيب يمكن اه مناوشات اه مع الحبيب عم تنتهي. فكل الورق الحمد الله حلو جدا. الورق للجوزاء يعني يمكن يكون من اكثر الابراج المحظوظة هاي هاي الفترة. لانه احلى ورق يعني بيان عندي تقريبا. اه بيان انه فيه كتير رح تكون يعني حميمية اكتر في العلاقة بينك وبين الشريك. خاصة اذا كنتوا ازواج فرح يكون اكتر العلاقة. ما بينكم اكتر اه حميمية اكتر اه قرب. فكل الورق نفس يعني كل ورق حلو الحمد لله للجوزاء. خلينا نشوف عقلك الباطن يا جوزاء. شو عم بيقول لك هاي الفترة او عم على شو عم بتركز اكتر شيء. في عندك اه انتصار كبير. اه شايفيته اكتر من ناحية عاطفية اه او حتى من ناحية عمل فيه مشروع كان جامل فيه مشروع كان اه يعني مكتوب له الفشل او كزا شوي شوي عم ينور. وازا كان هذا الكرت اه على الصعيد العاطفي لبعض الاشخاص فشايفي فيه شجرة عيلة فيه تطور للعلاقة فيه اه ولاد فيه زواج فيه يعني فيه فيه شجرة عم يتنور شجرة العيلة الجديدة عم بتنور. حتى لو كنتم بتزوجين طبعا. طيب لو فيه تحزيرات او بشائر ممكن تكون بس اكتر ايش تحزيرات هدا الورق الورق? لبرج الجوزاء شو عم بيكون? هنا طلع مقلوب اه عم بيقول لك انه شوي روحانياتك يمكن عم تقل هاي الفترة يا برج الجوزاء عم تبعد شوي اه عن الروحانيات الصلاة الدعوات. فمتل مش تحزير يعني تحزير يمكن انه لا ما تعمل هيك. اه الفترة الجاي حاول انه تزيد روحانياتك تزيد اه صلواتك تزيد العلاقتك يعني في ربنا بشكل عام. اه. اكتر اشي هيك بسهموا انا هذا الكرس. هذا الكروت انا كتر بحبهم. ده ما بعطونا اسيا ايزابية. دائما يعني بس الاغلب. بيقول لك اه اتمنى اي اشي هاي الفترة. اه وتخيله فرح يصير. وكأنه عم بحكي لك في امني رح تتحقق هاي الفترة. اه اطلب واتمنى زي ما بقولك. فكرت جدا جميل. يعني بكمل قراءتنا وبيكمل الامور اللي حكيناها. شوف كمان نصائح. نلاقي انجلش. بقولك انت اساسا اه مثل معلم روحاني في داخلك. ولكن انت مش مطور هاي الشغلة. انت ما عم تتعاطى مع الطافة الكاملة اللي داخلك. اه زي ما قلت لك قبل شوي بالتحذير. انه بعيد شوي انت حاليا من اه من موضوع الروحانيات فحاول انك تزيدها وتزيد الطاقة الايجابية طبعا اللي عندك اياها. بقولك انت بالاس شخص روحاني وبالاساس ممكن تكون معلم اه حتى روحاني او هيلر للناس اللي حواليك. اه ولكن بقولك نمي هاي هاي الموضوع. ما تخلي اه يعني ضعيف داخلك. اه نمي لانه له مستقبل معك. اه بيقولك ارجع طفل اطلع من الطاقة اللي انت فيها الزعل والنكاد والكزا. بيقولك اه هاي الفترة كتير رح تكون حلوة فا ارجع طفل ارجع استمتع بالامور اللي كنت استمتع فيها زمان. اه نبين برج الجوزاء شوي من كتر التجارب السلبية اللي عاشها بالفترات الماضية. اه صار حتى الاشياء اللي كان يستمتع فيها بطل يستمتع فيها. فبيقولك لا. رجع حالك لاجوزاء الاديم. لا انت اه شخصك الاديم. لا اه شخصيتك الاديمة هي الصح. فبيقولك ما تتغير ما تخليك تكفل من جواتك انت اساسها مطفل. اه فبس عم بيقولك. انه ترجع تستمتع بالامور اللي اه وتعطي وقت لنفسك يعني مش كله شغل واهتمام بالاخرين تعطي وقت اكتر لنفسك. حب حالك اكتر. اه بيقولولك في في حقيقة معينة رح تظهر قدامك في او حقائق خلينا نقول في هاي الفترة فكون اه متنبه جدا للرسالات الكونية لكل شي حواليك للحاسسات اللي داخلك. في كتير امور رح تظهر قدامك. اه كنت انت منخدع فيها يمكن. كنت انت اه موهوم فيها. ففي حقائق كتير رح تظهر اه قدامك. ويكون موضوع لمصلحتك لحتى يكون لمصلحتك تكون كتير متنبه للرسالات اللي جاي فك اه من حولك. فحبا ايدي بورة الجوزاء بشوفكم بالفيديو الجاي.